طبعا هلا فيكم أصدقائي أصدقاء قناة Good Twins السلام عليكم ورحمة الله طبعا أصدقائي إن شاء الله اليوم رح نتكلم عن قالب Blue Jar كيف أنت تضيفه للمدونة وكيف تستغل هذا القالب طبعا لو لاحظت أصدقائي هذا هو القالب تمام القالب يا سيد العزيز الأقسام الموجودة فيه حلوة جدا حتى التصميم مشكل زي ما أنتو شايفين المشركات كيف جاية معك إذا حابب تشارك على الفيس على تويتر على بنترست شكل الأقسام كمان إشي فخفخينة وفخامة المشركات الشائعة كمان نفس السيستم وفي عندك صديق العزيز الصفحات زي ما أنتو شايف موجودات هان تمام طبعا أصدقائي القالب فخامة بدي أجي بدأ أطلع من هان وبدأ أجي صديق العزيز أدخل على سرعة الهاتف أو الحاسوب تمام زي ما أنتو شايفين أصدقائي بالنسبة لسرعة سبعة وتسعين طيب تمام سيسو خليني نطلع جماعة من هان ونبدأ نبلش نركب هذا القالب على أساس أنتو كمان تستغلوه زين طبعا أول شغلة يا جماعة بدي أجي بدأ أدخل على قالب التنظيف زين بعدين بدي أجي يا جماعة وبدأ أدخل على المظهر التبع المدونة ومن المظهر صديق العزيز بإمكانك تحتفظ بنسخة احتياطية للقالب القديم تبعك طيب سيسو أنا احتفظت في نسخة قديمة بعدك إش اللي بدأ أسوي أول شغلة يا جماعة بدي أجي بدأ أركب أي قالب احتياطي عندي طبعا زين ما أنتم لحظينها أصدقائي إجيت ركبة قالب بعدين بدي أجي وبدأ أدخل على تعديل الاتش تي أم أل لو أنتم لحظتوا أصدقائي إجيتوا دخلت على تعديل الاتش تي أم أل منه يا صديق العزيز في عندك رقم هان ثلاثة بدي أجي وأضب الأكواد هذي كل هيتها وأعلم عليها وأعملها دليت بعد ما أعملها دليتها جماعة بدي أجي هان وبدأ أنسخ الصفحة اللي أنتم شايفينها تمام اللي هو قالب التنظيف طبعا بدي أجي وبدأ ألسق على الصديق العزيز هان وبدأ أعمل عملية حفظ على أسس أكون استدلت القالب تبعنا ممتازة سيسو خلصنا من النقطة هذه يا جماعة وطلعت من هان هالوقت بدي أجي وبدأ أضغط على السهم اللي أنتم شايفينه هذا تمام؟ منه بدي أجي وبدأ أقول له يا جماعة كلمة استعادة من كلمة استعادة بدي أجي وبدأ أدخل على المكان اللي أنا حاطط فيه القالب وبدأ أجي أقول له تعالي يا عم طبعا زي ما أنتم شايفين بقولي جيري استعادة المظهر تمت استعادة المظهر الله يعطي ألف ألف عافية لو أنا أجيت جماعة وحدست المدونة تبعتي زي ما أنتم شايفينه أصدقائي حملت القالب تمام؟ طبعا القالب فخامة ما فيش عليه أي حقوق أنا زلتها بشكل مؤقت يعني لا راح أدور صاحب القالب الأصلي وفي نفس الوقت بديك تستفيد يعني منه طبعا لو دخلت على أي مقالة جماعة زي ما أنتم شايفين شكل المقال فخامة 100% طيب تمام أسيسو هنا في عندي وسائل التواصل الاجتماعي وفي عندي يا سيد العزيز إذا بدي أعمل باك لينك لمدونة تانية زي ما أنتم شايفينه أصدقائي تمام؟ فأنت قصدر بإمكانك تتحكم في القالب كيف ما بدك أول شغلة يا جماعة بدي أعملها بدي أجي وبدأ أدخل على التنصيق تبع المدونة طبعا لو لاحظت يا أصدقائي هنا بقول لي يا سيد العزيز بدل أو ضيف اللوغو الشعار تبع المدونة تبعتك بدي أجي وبدأ أضيف الشعار بدي أجي أقول لي يا جماعة تحميل من جهاز كذا كذا واختيار ملف وبدأ أجي على عمه سيسو هاي أجي عمه سيسو وبدأ أجي أحمل اللوغو اللي أنا بدي إياه بعد ما أحمل اللوغو بأعمل عملية حفز وبكون حطيت اللوغو المناسب ليبين معي هان زي ما أنتم شايفينه أصدقائي طبعا حتى ببين معك بفخامة وشكل حلو ومصمسم نونا بعد ما ركبنا اللوغو وكله تماما جماعة بدي أجي يا صديق العزيز هنا طبعا بقدر أضيف إعلان زي ما هو بقول لك بنار هنا يا جماعة المشركات الشائعة إذا حابب أنا ألعب فيها تمام بإمكاني بس أحدد اللي بديها هي مبينات معي أساسا خلصنا منهم بالنسبة يا سيد العزيز لرسائل المدونة الإلكترونية بضغط عليها يا جماعة وبأخفي المؤلف وبأخفي عرض وقت النشر عرض عنوان التاريخ والشغلات إزاي هذه تمام بالنسبة لهان المقالات الأكثر رواجا هذه إضافة أنت بتضيفها من بلوجر نفسه بإمكانك تتحكم في العدد اللي أنت بدك إياه أساسا تمام طبعا أنا بقدر أجي أقول له كل الوقت يعني في خلال وقتش نشرت مقال شوف لي أشهر إيش فيهم من يوم ما نشرت أو من يوم ما انشأت المدونة وبين لي أشهر خمس مقالات كلمة تابعنا هذه اللي أنت شايفها صديقي العزيز عبارة عن أكواد تمام مترابطة زي ما أنتوا شايفين كل كود عبارة عن وسيلة التواصل الاجتماعي تمام لو أنتوا لاحظت يا أصدقائي بدي أجي وألجأ للكود الأول طبعا صديقي العزيز اللي بدك تسويه بدي تبدل بس الـ ID تبع القناة بتدخل على قناتك بتنسخ صديقي العزيز الـ ID وبتيجي وبتستبدله هان خلصنا من الـ ID الأول مكتوب تحت تابعونا في قناتنا وشكرا وكذا كذا الفيسبوك بتحط رابط الفيسبوك بدل الرابط اللي أنا ضايفه طيب تمام بالنسبة لـ تويتر زي ما أنتا شايف بس بتبدل يا صديقي العزيز الاسم هذا اللي أنتا شايفه جود توينز ثلاثة تمام على أساس إيش اسم حسابك أنت بالضبط تبع تويتر وبتبدله كمان هان مكتوبة كلمة جود توينز ثلاثة مرتين زين على أساس لو واحد ضغط على الرابط يا صديقي العزيز تمام لو أنا إجيت هنا هاني ضغط على الرابط حيطلب مني متابعة مباشرة يا جماعة تمام لو أنا مش عامل عملية تسجيل دخول لكن لو عامل عملية تسجيل دخول حيطلب مني متابعة على طول طيب تمام اسيسو غيريك كمان لو أنت لاحظت في عندي يا صديقي العزيز هنا المدونة متابعة المدونة طبعا صديقي العزيز تنسخ الـ ID اللي أنتا شايفه تبع المدونة من هان وبتيجي وبتلسقه بالشكل هذا ماشي يا عمب السوس طيب آخر وحدة البنترست طبعا رابط البنترست بأجي وبأستبدله وبإمكانك تصنع أي وسيلة التواصل الاجتماعي أنت بذكيها على نفس السيستم بمعنى لو أنا بدي أجي يا جماعة وبدأ أعيد هذه كوسيلة التواصل الاجتماعي وأعدل عليها زي ما أنتوا شايفين إجيته نسختها وإجيته جماعة وعملت لها لسق بالشكل هات طبعا أنا نسخت بلوجار زر المتابعة لو أنا إجيته حدسته جماعة حتلاقوا عندي تنتين مش وحدة هاي وحدة تبعت بلوجار وهي كمان وحدة بتبدأ يا صديقي العزيز إنت أتعدل فيها وتعدل في الكلمات تبعتها مثلا بدي أجي عليها تمام وبدي أعملها يوتيوب زي أنا صديقي العزيز على أساس إنت أعملها يا صديقي العزيز يوتيوب تمام بدي أجي أبدل للكلمة هذه زي ما أنتوا شايف مكتوبة بلوجار اكس بدي أجي أستبدلها بكلمة يوتيوب وبدي أحط رابط يوتيوب تابع لقناتي تمام وبدي أجي يا جماعة بعدين برضو بدي أعدل في عندي كلمة صديقي العزيز له هادي بدي أستبدلها بكلمة يوتيوب على أساس تبين معك الأيقونة طبعا هذا يكون مرتبط برضو في ملفات بتتعلق في السي أس أس ماشي عم سيسو كلمة شركاء هادي لو أنت لاحظت صديقي العزيز كل قصتها هنا زي ما أنت شايف قم بزيارة مدونة جودة وينز تمام وهنا كاتب اسم المدونة تبعتي وهنا يا جماعة حاطة رابط المدونة تبعتي ونفس السيستم كمان في الرابط الثاني اللي أنتوا شايفينها أصدقائي طبعا زي ما أنتوا شايفين هذا هو الشكل اللي بيان معي لو أنا أجد ضغاطة ها بفتح لي المدونة تبعتي زي ما أنتوا شايفين طيب تمام سيسو خلصت من الكود هذا في عندي هنا الأقسام صديقي العزيز طبعا زي ما أنتوا شايفهم جهازات هيك هيك إلك وفي عندك كمان تحت صديق العزيز كود فاضي اذا حابب تضيف فيه اعلان اشي زيك انا هنا قمته وفي عندك تحت هنا كمان موجود اعلان طيب ممتاز هالوقت انا خلصت من النقاط الاساسية الموجودة هان سيسو ايا بنعم اتفضل ايا هانم انا كيف سيسو بدي اعدل صفحة اتصل بنا من نحن سياسة الخصوصية وكيف بدي اعدل كمان صديق العزيز اللي هو الاقسام تبعة الموقع وكيف بدي اعدل كمان رأس الصفحة كلمة good twins شرحات تعليمية الوصف تبع الموقع تبعي اللي انا كاتبه هان والرابط تبع الموقع اللي انا ضيفه هان صديق العزيز على اساس تقدر اتعدل اول شغلة بدي اجي يا جماعة وبدأ انسخ لي كلمتين من هدول تمام اجيت نسختي كلمتين هدولة بدي اجي يا جماعة وبدأ اصل لي كود المناسب دخلت على المظهر من المظهر يا صديق العزيز دخلت على تعديل الاتش تي ام ال تمام وضغطت على كلمة control وف واجيت عملت عملية لسق وعملية بحس لو انت لاحظت بيان معي الكودة جماعة هذا هو الكود اللي هان هنا بدي اجي اعدل واكتب اسم المدونة تبعتي هنا يا جماعة بدي اكتب اسم الوصف تبع المدونة وهنا يا صديق العزيز بردو بدي اكتب اسم المدونة تبعتي تمام وهنا كمان نفس السيستم وهنا يا استاذي بدي اجي بدي احط رابط المدونة تبعتي زين وبقى اجي يا جماعة وبعمل عملية حفز فاللي حيكون زبط معك في هذه الحالة انه انت عدلت هدول اللي انت شايفهم هيك منكون خلصنا منهم هالوقت بدنا نلجأ يا جماعة لسياست الخصوصية واتصل بنا ومن نحن خليني اجي واضغط control F واجي اكتب يا جماعة سياست الخصوصية طبعا بدي اجي وبدأ احول لغة عربية اجيت اسيستو حولت اوكي واجيت عملت عملية بحس لو انتوا لاحظتوا يا اصدقائي هم هدول تمام اتصل بنا كيف بدي اجي اعدلها طبعا لو انتوا لاحظت هاي يا سيد العزيزي كوت تبع صفحة اتصل بنا بدي اجي بدي انسخ الرابط هذا اللي انتوا شايفينوا يا اصدقائي في لسان جديد تمام اجيتوا لاسقتوا في لسان جديد ماشي يا عمب السوس ماشي مسيوس واجيت اطلعت من هنا يا جماعة بدي اجي ادخل على الصفحات تبعتي وين صفحة اتصل بنا يا سيسو سيسو وين انت مخبيها طبعا هادي هي يا جماعة صفحة اتصل بنا الاصلية فتحت معي وكله تمام بدي اجي فوق على الرابط كل قسطي رابط الموقع انا ما بديش اياه بدي الكلام اللي بعد رابط الموقع من السلاش الاول لعند الاتش تي ام ال وهي قصة صديقي العزيز و بدي اجي على صفحة اتصل بنا من علامة التنصيص لعلامة التنصيص وبقاجب الصق الكود نفس السيستم مع الصفحات التانية زي سياسة الاستخدام سياسة الخصوصية من نحن الصفحات هادي كلها انت بامكانك تضيفها زي ما انا ضيفها بالزبط يعني هي صفحة من نحن لو ضغط عليها فتحت معي يا صديقي العزيز طيب ممتاز هالوقت خلصنا يا جماعة من النقطة هادي بظل انت يا سيسو الاقسام تبعت المدونة تبعتي طبعا اصدقائي قصة الاقسام برضو سهلة ومصمسمنونة بدي اجي يا جماعة و برضو بدي اضغط كوترول و اف و بدي اجي يا جماعة اكتب كلمة الرئيسية بالشكل هذا تمام اجيت وكتبتها وعملت عملية بحس لو انتوا لاحظتم يا اصدقائي ما ادنش اياها هي اداني رأس الصفحة بدي اضغط كمان ضغطة تانية خلينا نتأكد طبعا لو لاحظتم يا اصدقائي اداني الاقسام والشغلات ازاي هذه لعند الهان تمام لو انتوا لاحظتم هذه هي الاقسام بدي اجعل الرئيسية طبعا هو حاطط لك هنا رابط علامة اسلاش يعني يوديك على الصفحة الرئيسية مباشرة لو ضغط على الزر هذا تمام في القسم الثاني مكتوب فيك مثلا كلمة جست بوست اذا بدأ خليه وديني على مدونة تانية او اقسام مدونة تانية او يظهر لي اخر عشر مقالات فيها بمعنى لو اجيت ضغطة هنا هيودينا على وينز وحيظهر لي المقالات اللي انتوا شايفينهم العشر مقالات هدول طيب تمام خلصنا من هذه يا جماعة مين في اندي كمان اسيسو القسم الثالثة جماعة قسم من المدونة نفسة تبعتي اجيت وعملت باسم شرحات مثلا القسم الرابع جماعة مثلا شدات ببجي اجيت وسميته واجيت على القسم تبع شدات ببجي من وين اجيته يا سيسو بقى اجي على التسميات تبعتي من هان يا جماعة وين في اندي شدات ببجي هذا هو القسم ضغط علي يا جماعة وفتح معي بالشكل هات طبعا الكود اللي فتح معه كان ملخبط انا ما بديش يا كله كله بدي يا اللي بعد تربط الموقع تبعي له من الاسلاش لعند الاسلاش وبدأ اوقف واقول له قص اجيت يا جماعة وقصته بدي اجي يا جماعة واستبدله في هذا كلهيته وبعد هيك يا جماعة بدي اجي وبدأ اتأكد اشوف الاسم تبع شدات ببجي طبعا شدات ببجي زي ما انتو شايفين هاي كلمة شدات تمام بدي اجي وبدأ انسخها وبدأ اكمل كلمة ببجي بدل ما انسخ الرموز والشغلات ازاي هادي هاي يا سيد العزيز شدات وهاي كمان بدي ابعد مسافة زين واكتب كلمة ببجي اللي يظهر معه الرابط بشكل فخم مية في المية وطبعا انت بتعمم على باقي الاقسام اللي انت شايفها يا صديق العزيز واذا في قسم معين انت ما بتكاشي اياه كل قسطك يا صديق العزيز انه بتعمله بلوك يعني بتحذره او بتحذفه بشكل نهائي على سبيل المثال انا في عندي ثلاث اقسام هان زي ما انتو شايفين تمام بلوجار شرحات بلوجار والقوالب بلوجار شرحات بلوجار قوالب لو انا تبع القوالب هذا انا ما بديش اياه يا جماعة هنا عملت له قص واجه ضغطة حفز بالشكل هاد تعال يا صديق العزيز وحدث المدونة تبعتك لو انتو لاحظتوا اصدقاء القسم تبع قوالب خلاص راح مني طبعا لو انا بدي اجي وبدأ استعيده يا اما بقاجي وبأنسخ الكود هذا وبأعمل سطر جديد وبأعيد لسقه يا اما يا صديق العزيز بقى خلاص وبتعدله يعني 100% وفكت فكينا بقاجي بقعدل كلمة قوالب هنا وبعمل عملية حفز وبقاجي وبأحدثه زي ما انتو شايفين بيّن معي القسم اللي انتو شايفينه طبعا اصدقائي اتمنى يكون الشرح بسيط ومصمسم نونة وسهل بالنسبة للقالب اللي انت شايفه يا صديق العزيز هيكون موجود اللي هو رابط التحميل تبعه في التعليق المثبت وفي الوصف كمان تبع الفيديو على اساس انت كمان تستفيد منه اتمنى يا اصدقائي هيك تكون الصورة بسيطة الله يعطيكو الف الف عافية اصدقائي وكل التحيات وسلام عليكم